غض للبصر هي سياسة يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التعامل مع الحوادث التي تستهدف معارضه حسب اتهامات صديقه العدو أحمد داو دوغلو رئيسي وزرائه السابق داو دوغلو انتقد سمت أردوغان حيال تعرض نائب رئيس حزب المستقبل المعارض سلجوق أوزداغ للاعتداء قبل أيام رافعا سقف تصريحاته بأن الشخص المسؤول والذي يجب محاسبته أولا على واقعة الاعتداء هو الرئيس التركي منذ الاعتداء على أوزداغ لم يدل الرئيس بتصريحات لكن إذا انتقده ثلاثة أشخاص يظهر فونا ليصفهم بالإرهابيين الشخص الوحيد الذي يجب محاسبته عن ما جره هو أردوغان وكان أوزداغ تعرض لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله في العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور المؤتمر العام الأول لحزب المستقبل ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة واتهم أوزداغ حزب الحركة القومية الذي يترأسه دولة بهجل حليف أردوغان الأول بالوقوف وراء الاعتداء قائمة المنتقدين للصمت أردوغان حيال هجمات الاعتداء ضد المعارضين شملت أيضا حزب السعادة الإسلامي المعارض كما اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كاليجدار أغلو اتهم أردوغان وبهجلي بتشجيع العنف لامتناعهم عن تنديد هكذا أعمال يجب على الاثنين الإدلاء بتصريح علني وأكدان في أنهما ضد العنف لأن صمتهما يعني أنهما يشجعان ذلك ولا يمكننا قبول هذا أصوات المعارضة الداخلية ضد أردوغان تساعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشهد تحالفا شبه كامل للتيار المعارض في إشارة إلى أن فصلا سياسيا قارسا ينتظر الرئيس هذا الشتاء باروج حسين العربية